تكنو بلانيت مرحبا بكم في كوكب التقنية متابعين الأعزاء متابعين قناة تكنو بلانيت على اليوتيوب وكذا مجموعة تكنو بلانيت على كل من الواتساب والفيسبوك أهلا وسهلا ومرحبا بكم كما يعلم الجميع نحتاج في أوقات عديدة لتدوين مجموعة من الملاحظات على هواتفنا الذكية وأيضا يعلم الجميع أن الهواتف الذكية بالنظامين الأكثر شهرة سواء الأندرويد أو الآيويس تأتي مزودة بتطبيق للملاحظات افتراضيا في كلا النظامين إلا أن هذه التطبيقات التي تأتي مدمجة تعتريها مجموعة من النواقس لعل أبرزها هو عدم وجود أي إمكانية لتقاسم الملاحظات مثلا بين أجهزة الأندرويد وأجهزة الآيويس اليوم أقترح عليكم تطبيقا من شركة جوجل يدعى جوجل كيب مهمته تتجلى في تدوين الملاحظات والاحتفاظ بها ولكن بمجموعة من المزايا يكفي أن أذكر منها أنه بإمكاني أن أتقاسم الملاحظات بين الأجهزة سواء كانت بنظام الآيويس بنظام الأندرويد أو حتى بنظام الويندوز الميزة الأخرى هو أنه يمكنني بحسابي على الجيميل أن أقوم بكتابة ملاحظة مثلا على هاتف الآيويس وبإمكاني أن أتوجه إلى حاسوب المحمول أو المكتب بنظام الويندوز وأقوم بإدخال حسابي الجيميل الذي قمت بتسجيل الدخول به في الهاتف وأجد كل الملاحظات التي قمت بتدوينها على الهاتف قد تم مزامنتها بين جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل حسابي الجيميل فيها أيضا بإمكاني أن أقوم بتقاسم الملاحظة مع أي شخص فقط بإدخال حسابه الجيميل وبإمكاني أن أقوم بعمل التقاسم أو الباختاج كذلك تطبيق يدعم تسجيل الملاحظات سواء الكتابية أو الصوتية وكذلك يدعم مسألة إرفاق الملاحظات بالصور يدعم أيضا مسألة الرسم على الملاحظات الخاصية التي لا نحتاجها نحن بشكل كبير كمكفوفين واضعاف البصر إذن سأقوم بالدخول إلى التطبيق الذي سأقوم بوضع رابط تحميله من على الأب ستور في وصف الفيديو وللإشارة فالآخر دوانشيب مشكور قام بتسجيل نفس التطبيق على نظام الأندرويد إذن سأقوم بعمل ضغطتين على آيقونة التطبيق هذه آيقونة التطبيق إذن تم فتح التطبيق سأقوم بالسحب من اليسار إلى اليمين هذه مجموعة من الإرشادات أنا سأتجاوزها وأضغط على دماغي هنا التطبيق يظهر لي قائمة لاختيار الحساب الذي أود الدخول به إلى الجوجل كيب حساب الجيميل الذي أود من خلاله الدخول أو تسجيل الدخول في الجوجل كيب سأسحب من اليسار إلى اليمين أو بما أنني محتفظ بحسابين للجيميل حسابي الرسمي أو حسابي الشخصي وحساب قناة تكنو بلانات يعطيني الاختيار بين الحسابين أو إذا أردت أن أقوم بإدخال حساب ثالث غير هذين الحسابين الذين اقترحهما علي التطبيق إذن أنا سأقوم بتسجيل الدخول بواسطة حسابي الشخصي إذن سأقوم بالضغط مباشرة قام التطبيق بتسجيل الدخول لأنني قمت بتسجيل الدخول سلفا وبكتابة مجموعة من الملاحظات سنلاحظ من خلال السحب وجودها أنتم سيطلبوا منكم للوهلة الأولى إدخال البريد الإلكتروني وإدخال كلمة السر ثم عمل سيفون أو متابعة وسيقوم التطبيق بتسجيل الدخول ويظهر لكم قائمة مثل هذه التي أظهرها لي الآن إذن هناك في أعلى يسار شاشة لمنو دنافق سأقوم بالضغط عليها الدخول لأنه ليس فيه أشياء كثيرة هناك بارامتر سأضغط عليها الدخول هنا يقولوا لأجouter les éléments en bas de liste يعني مباشرة بعد أن أقوم بإنشاء ملاحظة جديدة تقوم أو تنزل إلى أسفل القائمة إذا قمت باختيار أشياء معينة تنزل إلى أسفل القائمة بارامتر درابل يعني إعدادات التذكير إذا أردت أن يذكرني مثلا كتبت ملاحظة مفادها أنه عندي موعد مثلا موعد عمل غدا مع الساعة العاشرة بإمكان التطبيق أن يقوم بتذكيري حين قرب الموعد هنا يقولوا لي أنه سيدكرني في الصباح على الساعة الثامنة بعد الزوال على الساعة الواحدة أو في المساء على الساعة السادسة هنا مسألة البارغتاج التي تحدثت عنها أو تقاسم الملاحظات مع الأشخاص هذه أكتيفي البارغتاج تأتي افتراضيا معلمة يستحصل أن نتركها كما تأتي افتراضيا وهذه البارامتر داستانس أو إعدادات المساعدة أو إعدادات التطبيق لا حاجة لنا بها سأعود إلى أعلى الشاشة وأضغط على فرمي إذن مباشرة سأواصل السحب من اليسار إلى اليمين في الصفحة الرئيسية للتطبيق التطبيق لا يتضمن التبويبات ولكن يتضمن أزرار الحمد لله أنها كلها منطوقة مع قارئ الشاشة VoiceOver هنا يقول لي أضغط من أو أسحب من اليسار إلى اليمين هنا إذا أردت البحث عندي مجموعة من الملاحظات أردت البحث فيها أدخل هنا وأقوم بكتابة البحث هذه مسألة تختص بالعرض لا حاجة لنا بها بعرض الملاحظات يستحصل أن نتركها كما تأتي افتراضيا هنا تأتي مسألة سنعود إليها لاحقا إذا أردنا إنشاء ملاحظة جديدة يعني إنشاء قائمة للملاحظات مسألة الرسم التي تحدثت عنها صراحة أنا لم أخذ فيها كثيرا لأنها لا تعنينا هنا يعني إنشاء ملاحظة بالصوت ملاحظة بالصور المزخرافة هذه ملاحظة أنا قمت بالاحتفاظ بها هنا قال لي مجموعة قرأة لي لا نوت سنعود الصحب من اليمين إلى الياسار ثم من الياسار إلى اليمين وإنشاء أطمان محسين وإنشاء أطمان محسين حساب آخر الذي حتى صاحبه إن قام بفتح جوجل كيب وأدخل الحساب سيجد هذه الملاحظة إذا قمت بالضغط ضغطتين على هذه الملاحظة سنجد هذه كرسالة تحذيرية تقول لنا أنه بإمكاني أن أقوم بتثبيت الملاحظات المهمة في أعلى الشاشة كمسألة تثبيت المحادثات التي توجد على الواتساب يعني أقوم بتثبيت الملاحظة في أعلى الشاشة وحتى تظل الملاحظات المهمة معزولة عن غيرها من الملاحظات إذن أنا سأضغط على إبنغلي هنا قال لي غتوغ هذه الرسالة التي ظهرت لي الآن تظهر فقط للوهل الأولى حالة تثبيت التطبيق والدخول إلى ملاحظة إذن الآن يقول لي غتوغ بعد غتوغ مباشرة يقول لي أنولي الإبنغلاج يعني أزيل عنها ذلك التحديد الذي يجعلها في أعلى الملاحظات المهمة سأضغط عليه وعودت بإبنغلي كما تعود أنولي الإبنغلاج بإبنغلي بعد ذلك أسحب من اليسار إلى اليمين أجد غابل أدخل إليها إذا أردت إذا أردت أن يذكرني مثلا هنا يطلب مني أن أقوم بعمل الوصول إلى إعدادات المكان إذن أنا سأعمل أنولي ويعيدني إلى قائمة التذكير إذن أجد أنولي بعدها أجد إذا أردت أن أردت أن أردت أن يذكرني بالملاحظة أردت أن أردت أن أردت أن أقوم بإختيار اليوم والساعة سيلكسيوني سيلكسيوني أو سيلكسيوني هنا هنا بإمكاني أن أقوم بالاختيار بين أن يقوم بتذكيري من خلال الوقت أو من خلال المكان إذا قمت بتشغيل إعدادات المكان مثلا ومررت من قرب الصيدلية بإمكاني أن أقول له إذا تمكنت من تحديد مكاني قرب الصيدلية قم بتذكيري بشراء الدواء مثلا أو إذا مررت بجانب المطعم قم بتذكيري بشراء الأكل وغير ذلك من الأشياء هنا بإمكاني أن أختار اليوم هو يقول لي ديمانج 26 ماي إذن إذا تركت المسألة افتراضية فإنه سيقوم بتذكيري اليوم على الساعة التاسعة والنصف المرات التي أريده أن يقوم بمعاودة التذكير بإمكاني الاختيار فيها وذلك بالضغط ضغطتين والاختيار بين الاختيارات المتحدة إذن هذا كل ما يوجد في مسألة غابين إذن سأقوم بالعودة إلى أعلى يسار الشاشة والضغط على أنولي مباشرة أخرجني إلى القائمة التي كنت فيها أسحب هذه غابل بعدها أغشيف إذا أردت عمل الأغشيفاج للملاحدة هنا إذا أردت أن أعطي عنوان للملاحدة هنا بإمكاني أن أكتب ما أريد مثلا بإمكاني أن أقوم بمسح هذا النص وأكتب ما أريد سواء من خلال لوحة المفاتيح أو من خلال لسق ما يوجد في الحافظة من رابط عنوان أو غير ذلك من الأشياء أسحب من اليسار إلى اليمين أجد كولابوراتور هو الشخص الذي بإمكاني أن أتقاسم معه الملاحدة الآن أنا تقاسمت مع هذا العنوان البريدي بإمكاني أن أعمل دقافي أجد أنولي في أعلى يسار الشاشة بعدها أجد كولابورته كولابورته أجد كولابورته أسم هنا يقول لي أطمان موحسين عربس ہو هناçu أطمان موحسين عربس جمال هنا يقول لي العنوان البريدي الذي تقاسمت معه الملاحدة من هنا بإمكاني أن أتغط على سبيل مباشرة تنجد نو وادرس إميل إذا أردت أن أتقاسمها مع شخص آخر ما عليها إلا أن أقوم بكتابة بريده الإلكتروني و أعود إلى أعلى الشاشة حتى أجد أنجد 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 يخرج لي هذه الرسالة مفادوها أن la liste de collaborateurs ستكون مزا جور يعني سيتم متحدث لائحة الأشخاص الذين تقاسمت معهم هذه الملاحدة أي سيتم محدث داليك البريد الإلكتروني و أجد OK أضغط على OK وأعود دائما أنا دائما سيتم متحدثة الملاحدة التي قمنا بقراءتها هنا هنا مني أجد مني أجد الآن إذا دغطت على أجد أجد أنجد إذا أردت أن أقوم بإضافة سورة بواسطة الكاميرا إذا أردت أن أقوم بإرفاق الملاحدة بصورة مأخودة سلفا على الهاتف إذا أردت أن أرسم أو أقوم بعمل رسم سواء الملفات الصوتية أو المرئية كازا كوشي إذا أردت التعليم على هذه الملاحدة وتمييزها وأجد أضغط عليها دغطتين إذا سنرى ماذا هنا لك بعد مني أجوتي أجد 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 يعني هذه الملاحدة قمت بكتابتها يوم العشرين من شهر يناير أجد أيضا أضغط عليها دغطتين وأعود الأعلى أجد إذا أردت أن أقوم بمسح الملاحدة ملاحدة إذا أردت نسخ الملاحدة وعمل نسخة ثانية من الملاحدة أرسال الملاحدة عبر طبيقات الطرف التالي كولابوراتور من هنا يمكنني أن أضيف شخصا لأتقاسم معه الملاحدة وسيدخلنا إلى القائمة التي دخلنا إليها سلفا يعني لا داعي للخوض فيها من جديد إذا أردت إختيار لون الملاحدة هذه الملاحدة الملاحدة هناك الأبيض أحمر بورتقالي أصفر أخضر وغيرها من الألوان كل هذه الملاحدة 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 كل هذه الملاحدة للصورة وأجد أن المنو أجود قد انتهت أجد أن المنو أجود قد انتهت ولا لم يتبقى إلا فرمي المنو أجود أضغط عليها إذن هذا كل ما يوجد في داخل الملاحدة إذن سأقوم بعمل غتور سأقوم بعمل إطلالة بسيطة على إنشاء ملاحدة صوتية سأقوم بالضغط سأقوم بالضغط يطلب مني بما أنه أول مرة أقوم باستخدام التطبيق يطلب مني الوصول إلى إعدادات المايكروفون إذن هنا يُعطيني مجموعة من الخيارات أجد سيلكت لانجواج نتخل لنرى اللغة المتاحة اللغة الفرنسية جموعة من اللغة تيركس أليميكا بوغارسكي روسكي فريت سبسكي أوبرانيسكا إمفرونس إمفرونس إفريت إسرائيل أردو بيرت أردو غستان العربية وهذه هي المفاجأة التي جعلتني أتصفح كل اللغات وهي أن التطبيق يدعم تسجيل الملاحدات الصوتية باللغة العربية سأضغط على العربية سأقوم بالضغط على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن يكون الكل بخير وعلى خير تحياتي للجميع وطابة عوقاتكم إذن سنرى هل قام بكتابة النص للتذكير قمت بإيقاف التسجيل بواسطة الضغط ضغطتين بأسبوعين كما هي العادة في الآيفون إذن قام بفتح ملاحظة جديدة بإمكاني أن أقوم بعمل تيتخ أو عنوان للملاحظة إذن قام بكتابة الملاحظة كما أمليتها إذن قام بكتابة الملاحظة كما أمليتها وملاحظة أيضا مرفوقة بفشي أوديو الذي بإمكاني أن أضغط على لغ أو تشغيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى أن يكون الكل بخير وعلى خير تحياتي للجميع وطابة عوقاتكم إذن صراحة أنا لا أعتقد أن هناك تطبيق للملاحظات أحسن من هذا التطبيق وكما قلت وأعاود تكرار المسألة الجميل في الأمر هو أن كل هذه الملاحظات سواء الصوتية أو المكتوبة منها أجدها على حسابي أينما قمت بتسجيل الدخول به سواء كان على هاتف آيويس هاتف أندرويد أو حتى حاسوب بنظام الويندوز إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الاستعراض أتمنى أن ينال إعجابكم وأن ينال التطبيق رضاكم إلى أن ألقاكم في استعراض آخر تقبلوا أرقى تحايا فريق كوكب التقنية أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله